السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم المبرمج احمد محمدي وحلقة جديدة من كورس نوت جي اس كورس بناء تطبيقات ال اي بي اي والباك اند والنهاردة حلقة جديدة من كورسنا وموضوع جديد ويخليكم بعد حاجة ما اقول تركو مش عليها او نسيت اقول عليها في الحلقة اللي فاتت ان انت ممكن تعمل اي باكيج زي ما احنا عملنا المرة اللي فاتت وشلنا البوت ستراب ماشي بانك تعمل حاجة بسيطة جدا يعني ممكن بمجرد انك تمسحها من الديبنزنز زينا وتعمل ان بي ام انستول على طول حيشوف الموجودة هنا وينعملها دا واللود والباقي يعني حيمسحه فدي طريقة تانية لعمل الان انستول دي اي باكيج انت ايه عايزة خلينا بقى اه نتكلم عن الجلوبال اه باكيجز والطريقة ان انستولنج الجلوبال باكيجز لان هكو نتكلمنا عن اللوكال ازاي بيتدخلوا جوه التطبيق تعالوا نفتح ترمنال الويندوز العادي ماشي هتفتح ستارت وتكتب سي ام دي هيفتح لك الترمنال بتاعة الويندوز العادي اللي هي الكماند برومبت وتكتب هنا ان بي ام وبعد كده انستول ماشي داش جي اه اختصار لكلمة جلوبال ومسلا ننزل هنا النود اه مول ماشي ونضغط انتر هتلاقيه هيبدأ ينزلها لك اوكي اه بشكل اه كامل اه هو تنزلها خلاص اه بس المرة دي انت ممكن تستخدمها من كل التطبيقات مش شرط انك تستخدمها من التطبيق بتاعك ده بس يعني لما نزلناها الاول هنا ماشي نزلت النود من ديت في اللوكال دميندنس خلاص هي موجودة في النود موديولز ماشي انت هتستخدمها هتبقى في البروجيك ده عملت بروجيك ديد لازل تنزلها فيه لكن اللي احنا عمنا دلوقتي ان احنا هننزلها بطريقة جلوبال بحيث تبقى نزلة اساسا كباكيج اه مع النود جي اس ذات نفسه يعني ممكن تستخدمها في اي تطبيق تشتغل بيه عادي طبعا فيه ناس كتيرة هتستخدمه لو انت استخدمت فريمورك زي جاسبي او مرياكت او اي فريمورك تانية بتتعامل مع النود فالن بي ام هيتعامل بها افضل لو او النود هيشوفها افضل لو انت منزلها بشكل جلوبال مش بشكل لوكال اوكي تعالوا بقى ندخل في موضوع الحلقة وهو الايفنت لوب وعلى فكرة الايفنت لوب دوت من اكتر الحاجات اللي بتميز بيه اتعمل النود جي اس وفهمك ليها ها لفكرة الايفنت لوب هيأثر معاك بشكل كبير جدا في فهم بيه اتعمل النود جي اس بشكل كبير جدا ليه لان ممكن اساسا السؤال في الانترفيو ييجي فيه هيشوفك فاهم بيه اتعمل نود جي اس ولا مجرد واحد صناع يعني عارف لوكودين على نود جي اس وخلاص فعشان كده بقولك ان فهمك اللي بيه اتعمل نود جي اس هيبقى جزء كبير منه في فهم نظرية الايفنت لوب خلينا نبدأ من الاول خالص في الحلقة الاولى قلتلكم ان نود جي اس ما بيشتغل مع محرك اسمه الفي تمانية وده محرك خاص بجوجل المحرك ده مصنوع بلغة سي بلاس بلاس وعبرا عن اكواد اجرائية بتتعامل مع الماشين لانجوج بتاع الكمبيوتر بشكل كبير اوكي اا النود جي اس او لو بقيت بيئات يعني بقيت بقات العمل بتاع الاباس او صوري اه اا كل بيئات عمل الوب بلادفورم الباك اند يعني سواء بتان بها اي بي اي او باك اند او تفر ماشي لو فرجنا اس بي بي ايتش بي واتفر لارافيل الحاجات دي كلها بتشتغل باسلوب لما بيكون فيه تعامل مع المالتريكويست والمالتريكويست ينا مقصده هي الUI بلوكينج يعني بالزبط كده عميل او ثلاثة او اربعة او عشرة كل واحد فيهم طالب ريكويست معين من الدياتابيز اللي هو من الابي اي اللي انت عامله مثلا او او التطبيق بتاعك مفتوح على كذا جهازه كل واحد مثلا طالب ريكويست معين واحد عاوز كويري مثلا يطلع بيانات موظفين واحد عاوز كويري تاني بيطلع ريبورت معين وتفر يعني ماشي فبيقات العمل التانية غير نو جي اس غير نو جي اس بتشتغل فانكشناليتي بالطريقة ديت اللي هي السريدينج ماشي وعشان نفهمها لازم تركزوا معايا جدا في الدياجرام اللي قدامنا ده ماشي ده كده السيرفر الكلينت سايد او كلينت واحد اتنين الى مالة نهاية كلهم بيحاولوا يخشوا على السيرفر بتاعك ماشي والسيرفر يعني خلي ده كله كده هنا ده السيرفر اوكي كلهم بيحاولهم ياخدوا طلبات واحد عاوز مسلا كويري معين من الداتابيز واحد عاوز مسلا يتعامل ساي يكتب حاجة في ملف او هيدي order فهيتخزن في ملف وادي التطبيق بتاعك اهوت ماشي بيسموها السريد بول بيعمل حاجة اسمها سريد بول اوكي داخل الويب سيرفر بتاعك الاي اي اس بتاعك اللي هو الانترنت انفرميشن سيرفر بتاعك او وتيرفر يعني المهم يعني انه هو بيبدأ يعمل لك كذا سريد السريد ده بيعمله ازاي بيبقى داخل في انفينت لوب كده هو لوب شغالة ما بتبطلش كل ما بيشوف ريكوست ها بيقوم جايد مدخله في المربع لازرق دوت اللي اسمه الكيو ماشي المربع لازرق ده اسمه الكيو الكيو ده عبارة عن صف بياخد الريكويستس كلها ماشي فمسلا ده بياخد ريكويست وده بياخد ريكويست وده بياخد ريكويست وده بياخد ريكويست كل ريكويست منهم قبل ما يخش بيبقى اسمه بيزي اول ما بيخش قبل ما يستنى الريسبوند من السيرفر بيبقى يبقى اسمه آآ ويتنج يعني خلاص هو كده ايه حصل الكنيكشن واصبح السريد ده بتاع العميل ده اهو ده بتاع العميل ده موجود في الكيو اللي اسمها ايه السريد بول اتكيزه معايا كويس ماشي فهنا الانفنت لوب شغالة كل ما تشوف سريد ده اتدخله لو فردنا ان حصل اوفر فلو وخلاص السريد ده دي كلها هنجت لسبب ما وسبب من الميموري حصل فيها كراش فعيجي كلاينت جديد يبعت ريكويست فعيلاقي نفسه مش له مكان في سريد بول فعيحصل له ريجيكتد يعني هترفض ده اول عيب ليه الموضوع ده فانت كمطور كل ما تلاقي السيرفر بتاعك كبر ماشي هتضطر تعمل ايه تقوم محدس السيرفر بتاعك يعني كل ما السيرفر بتاعك بيستقبل ناس اكتر كلاينت اكتر عشان ما يحصلش اللي كلاينت ريجيكتد ماشي بتضطر ان انت تكبر كل شوية الرام بتاعك تحدث بقى الجهاز تغير الرام بتاعك تحدث تجيب اجهزة اغلى وكده وده يعني كل بيقات الويب معادة نوت جي اس بتشتغل بيه الميكانيزم دوت ماشي السريد ده بقى بيحصل في ايه لما بيخش جوه السريب بول بيبدأ هنا النوت جي اس يتعامل معاه ويبدأ يبعثه ازا بلوكينج اي او ماشي ليه السيستم بتاعه شوه مسلا هيتعامل مع داتا بيز تم مع فايل سيستم هيتعامل مع اي حاجة تانية ماشي وبعد كده لما بيخلص التاسك بتاعته بيكمبليت بيرجع ده يرجع هنا السريب بول خلاص السريب بول بتقوم جاي عامله ترميناشن وبعتاه ليه الكلاينج يبقى كده انت ايه ريكويست بتاعك خلص اوكي ده الدورة الكاملة كلاينج بيبعث ريكويست الريكويست هتعامل نمسح بس عشان الموضوع يبقى واضح للناس اللي ايه من الاول كده اتكلم عليها الكلاينج بيبعث ريكويست الريكويست بيخش عن طريق اللوب اللي شغاله في المكان الفاضي في السريد بول بياخد له دور ماشي اول ما يجي الدور عليه بيقوم جاي السيستم بعته ليه اله كاللي الابريشن ليه الليفل بتاع طبعا النوت جي اس ماشي بيبدأ او الليفل بتاع اصدي البزنس لير التطبيق ده طبعا ده استراكشر اي حاجه تانية غير نوت جي اس اوكي وبيبدأ ينفزه في داتا بيزه بعد كده لما بيخلص بيبعثه كومبيلات واول ما بيكمبيلات بيترمينات هنا يعني بيمسحه عشان طبعا يفضي مكان ليه سريد تاني واي ما كزه واي ما كزه واي ما هصلا او الاي جبه اللي بتاعه انه لو حصل اوفر فلو ماشي او 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 التطبيق بتاعك اللو ا justify وحيبقى ايه السرور واقعه هيبدأ بقى العمر هيشتكه يصبح يصله بتاعك ان هو واقع فانت اول تطبيق بتاعك ان هو واقع انت اخر سبق تحدثента تطبيق بتاعك عشان ايه تاخد ايه الكوستات اكتر كل ما بتكت compromise بيكبر كل ما بتكتر ايه الكوستات ايه بيتكتر تعال بقى نشوف النوت جي اس بيشتغل ازاي? نجي بقى النوت جي اس ونشوف هو بيشتغل ازاي؟ ماشي فيه يعني ميكانيزم عمل نوت جي اس وتقنية الايفنت لو. انت كاكلينز اهوات عملت بعت ركوستات 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 للسيرفر. هو بيشوف هنا عنده حاجة اسمها الايفنت كيو. الايفنت كيو ديت بتبدأ تحدد اذا كان الايفنت دوت بلوكينج اي او ولا نون بلوكينج اي او. والبلوكينج اي او هي العمليات مسلا بتتعامل مع الفايل سيستم مع النيتورك مع الابي اي مع يعني الريكوستات التقيلة. لو شافها بلوكينج اي 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 او انبوت اوتبوت يعني تاسك. هيمجي باعتها لسيرفر عادية زي اللي موجودة في ايه السيستم الثانية. ماشي? ويبدأ يعمل لها نفس الدورة بتاعت ايه? السريدبول اللي تكلمنا عنها من شوية. لحد اتمنى تخلص وبعد ترجع للسريدبول ويحصلها ترمينيت وترد على الكلاينج. اوكي? طب لو نون بلوك بقى اي او. لأ. حينفز له البروسيس هنا داخل اللوب ديت. ماشي? ويرد عليه في ساعتها. انت كده هيتهيق لك ان انا كده زودت عملية. الموضوع كده ابطأ. لا ده بالعجز ده كده الموضوع بقى اسرع في التعامل. ليه? لان هنا النظام بتاع الايفنت لوب ده نظام منفصل تماما عن الثريد التاني بتاع البلوكينج اي او. فاكرين في الحلقة اللي شرعت فيها السينكرونيزيشن. وقلت لكم ازاي لما تستخد النظام السينكرونيز بيبقى اسرع في العمل لان ده سريد وده سريد. هي الفكرة جاية من انه هوت كده. ماشي? وبيردوا على بعض عن طريق الكولباك بتاع الايفنت لوب ديت. بياخد السريد منها لما يخلصوا. بيرجعوا الكولباك فيفضل جوه كأنه جوه اللوب. طب هم واخدنا من نظرية الكولباك اللي برضو شرحناه في الحلقات السابقة وكتبناها بكود جافا سكريبت. فاعتقد كده انت تقدر تفهم الفرق بين الايفنت لوب اللي بيصرع الدنيا كلها وبين النورمال بقى ووركينج سريد اللي هي ايه الشغل العادي بتاع ايه بتاع بيئات العمل المختلفة غير نود جي اس. يعني انا الحلقة دي نظرية شوية بس كنت لازم متكلم كده عشان الناس تفهم ويوضح لها المسائل. وعشان كده ايه يعني انا حسابكم دلوقتي و ايه نلتقي في الحلقة القادمة. يليت لعندو استفسار من اي نوع سيفو في الكومنت سيبقوا كسحت الفيديو. اتمنى الناس اضعوا من القناة بعمل لايك وشير وسبسكرا. في النهاية اتمنى لجميع التوفيق. انا معكم المبرمج احمد محمدي. والى اللقاء في حلقة القادمة ودومتم في رعاية لا وحفظ.